طيب تعالوا نروح لخبر تاني لي علاقة بأحدثنا يوم بيوم خصوصا في فصل الشتاء وخصوصا من بعد أول موجة حصلت 2019 لكوبيد 19 أو كورونا وزارة الصحة والسكان وجهت عدة نصائح للمواطنين عشان إزاي نقدر بإذن الله نتجنب مضاعفات قوية نتيجة أو نتيجة عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلينا بس نفكر حضراتكم سريعا بأنه فكرة التعامل مع أول ما تحس لا قدر الله أن عندك دور برد عادي من المروحة يعني مثلا أو لا قدر الله اشتباه في الكورونا لازم نعرف إزاي نتعامل لازم نعرف نعمل إيه بالزبط وده كل الكلام ده بالتزامن مع الوصول لمصر إلى الذروة الرابعة طبعا من الجائحة وعلى فكرة فيه دول برة دخلت في الموجة الخمسة صحيح وزارة الصحة طلبت جميع المواطنين بالحرص على تلقي اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس كورونا كونها حائط الصد الأول والوحيد حتى اللحظة لحماية المجتمع من الأفار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس وأيضا أهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات وتقليل أيضا احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي وأكدت الوزارة توفر كل أنواع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية الوزارة أيضا نصح بالتعامل مع أعراض نظرات البرد بتاعت المروحة التي نقولها على أنها أعراض اشتباه كورونا لازم المريض يعزل نفسه عن باقي أفراد الأسرة ولا يتبادل الأدوات الشخصية ويتم استخدام الأدوات الشخصية سواء المعالي أو الأكواب أو الأطباء الخاصة يكون خاصة بيه بشكل منفرد يتم غسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام وكذلك أدوات العناية الشخصية ويفضل استخدام حمام خاص إن كان ذلك متاح بالنسبة للأسر وحال صعوبة ذلك يجب تطهير دورة المياه جيدا بالماء والصابون والكلور بعد استخدامه من قبل المصاب